عملية خاصة أطلقتها سلطات كوريا الجنوبية في جوانجو لإلقاء القبض على شخصين يشتبه في ضلوعهما بإخفاء مالك السفينة الغارقة سيوال وكالة أنباء كوريا الجنوبية أشارت إلى أن المئات من قوات الشرطة انتشرت في محيط كنيسة تقع جنوب العاصمة سيول لإلقاء القبض على المشتبه بهما المليونير يو بيونغ آين صاحب العبارة سيوال مطلوب من قبل الشرطة بعد غرق السفينة ومتهم بعدم الاهتمام بمعايير السلامة بالسفينة وهذا ما أدى إلى وقوع الحادث بحسب تحقيق السلطات السفينة سيوال كانت قد غرقت في يوم السادس عشر من نيسان أبريل الماضي في حادث راح ضحيته ما لا يقل عن ثلاثمائة شخص معظمهم من طلاب المدارس ترجمة نانسي قنقر